السلام عليكم اليوم سوف نحشيه بالمربع و كوكو مهرمش ستديا البيضات كاس سكر سنيدة كاس مخلط نصف زيت نباتية و نصف زبدة نصف كاس حليب دقيق و كيس 16 جرام خميرة الحلويات و كيس الفانيليا نضيف المربع و الكوكو كي نحشيه مهرمش نبدأ على بركة الله في الخليط نأخذ أصفر البيض نخليه جانبا هذا اللي غادي ندهن به الفقاس من الفوق و نضيف قبيصة الملحة اللي ضرورية في شميع الحلويات كيس كتوازن بالحلاوة السكر الفاني و ممكن نخلط الكل اقرب اليداوي او لغرب ايدنا تكتدوب ديكسان يداف مع البيض و نضيف و نضيف الزيت و الزبدة و نخلط المحتوى ممزيان و نضيف الزيت و الزبدة و نخلط المحتوى ممزيان و الحليب و ندهن ندهن و نضيف و نضيف و نضيف شوية ب شوية و نحتاج نحن نشوفه في العجينة باش ما ما كنقصوهاش بزاف هاكا نبقى ندخله شوية بشوية ده بغا نزيد الخميرة عندي 16 كرام او لا اللي عنده الاكياس صغيرة نستعمل جوش اكياس ونصف غادي نجمحها ما كنحتاش تليك كنجمعوه مزيان كندخله تقرق كامل مزيان حتى كنتحصله على عجينة كاس كونطرية وما كتلسقش هلا هاكد اكيد ما كتشوفه ما كتكونش قاس حباش ما كتفرقاش لنا في الفران كتكون طرية وما كتلسقش منذ اذا برقسمها على ربعات الكويرات يكونوا قد قد هلا هاكد ها مقسمتهم ونخليهم جانبا ندوز باش نطلق واحدة بوحدة كما كتشوفو هي طلقت واحدة بين جوج اوراق الزبدة او لا بين جوج بلاستيكات من الاحسن باش ما نطررش اننا نستعملوا تقيق لانا غد تلستقلينا في فق سطح العمل من الاحسن نستعملوا جوج بلاستيكات او لا ورق الزبدة تصرحناها بشكل هاك مربح باش ما كنضيعوش في العاجين وهات السمك ودابا غادي ندوز ندهنها بالمربح فقط شوية المربح اللي غاي شدلينا كوكاو ندهنها كاملة انا غادي ندير كوكاو مهرمش محمر محمر مهرمش ثم يستعملوا لابيتوا تستعملوا حتى اللوز دوو قيجي زوين دوو يكون محمر مهرمش قديروا فقط طبقة رقيقة كرشو هاكا كادي وحت قرمشة زوينة في الفقاس كذلك مدق زوين غادي نبدل الفوق على بعضو الراسو حالا هكا غادي نمش معا هكا باش يمشي متساوي ما كتشوفر على الورق كيعاون باش انا لان العجينة ما كتلتساقش كي يجينة ساهل نضيفه في طاوة دي الفران ونكملوا جميع الكويرات اللي عندنا همو الكويرات من بعد ما كمناهم هندهنهم أصفر البايد اللي كتبحته دابي وزيت عليه القليل من القرفة مطحونة نعطي واحد من المزوينة وكتحييط الرائحة ذي لسفورة الفقاس كي طيب فران كي كون بارد يعني كندخلوا لي الفقاس هو بارد وكن شعلوا علي فقط من تحت وعافية مهيلة كردوا لي البال حتى كينتافخ وكي طيب ممكن شعلوا علي وحد شوي من الفوق يجب أن يطيب مياه في المياه يجب أن يطيب بشكل كبير يتكسر لنا في قطاع نعمل خطوط بفرشيت نضيفه بشكل جيد بعدما نضيفه من فران سخون نغطيه منديل نضيفه حتى يبرد مزيان الفقاس غطيته منديل الغليد و نضيفه ليلة كاملة و نضيفه حتى يبرد و نضيفه حتى يبرد و نضيفه بشكل كبير لا يتكسر نضيفه في الفران من الجهتين و نضيفه إن شاء الله و الفقاس من بعد موجد كما تشوفه يأتي نضيفه نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه نضيفه و نتمنى أن نجربه و لو أعجبكم الفيديو و تشتركوا معنا في القناة مرحبا بكم وبصحة والراحة